اعتمد مجلس حقوق الإنسان التقرير النهائي لمملكة البحرين للدورة الرابعة من ألية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف وترأس وفدة مملكة البحرين السفيرة الدكتور يوسف عبد الكريم بوشيري المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف وعضوية السفير الدكتورة أروى حسن السيد رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وأكد السفير اعتزاز مملكة البحرين بالشراكة الاستراتيجية وبالتعاون البناء القائم مع الأمم المتحدة وكافة أجهزتها وآلياتها مؤكدا حرص المملكة الدائم على توطيد أواصر هذه الشراكة المتميزة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الحقوقية والتنموية وأثنى المندوب الدائم على الحوار التفاعلي الإيجابي الذي جرى أثناء استعراض تقرير مملكة البحرين الوطني الرابع والذي شارك في مناقشته 92 وفدا أشادوا بإنجازات مملكة البحرين المختلفة وخاصة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026 وأكد المندوب الدائم استمرار مملكة البحرين في طرح المبادرات وسن التشريعات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ونبذ الكراهية والطائفية والعنصرية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وتطوير منظومة العدالة الجنائية وكفالة الحريات والحقوق المدنية والسياسية ترجمة نانسي قنقر